السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام اليكم هذا الخبر السلطات الإسبانية تشدد الإجراءات في محيط مليليا المحتلة لمنع تسلل المهاجرين اليكم التفاصيل تتجه السلطات الإسبانية نحو تشديد الإجراءات بمحيط مليليا المحتلة لمنع تسلل المهاجرين الغير الشرعيين من الجانب المغربي ونقلت صحيفة الفارودي مليليا الإسبانية أن وزارة الداخلية الإسبانية ستضع أمشاطاً معدنية مقلوبة وأسلاكاً شائكة على السياجات المحيطة بمدينة مليليا إلى جانب تعزيز أفراد حرص المدني بمعدات مكافحة الشغب وسيتم تركيب أمشاط مقلوبة في حدود مليليا على طول ثلاثة كيلومترات ونصف في المنطقة الواقع بين الحي الصيني وبنين الصار وهي الثغرة التي دخل منها حوالي 350 مهاجر غير شرعي من المغرب إلى إسبانيا الأسبوع الماضي ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية وافقت أيضاً على تحديث معدات مكافحة الشغب لوحدات الحرص المدني حتى يتمتعون بمستوى عالي من الحماية الشخصية ويأتي قرار وزارة الداخلية الإسبانية في أعقاب إصابة أفراد من الحرص المدني بجروح خلال محاولات صدهم لمهاجرين غير شرعيين من الدخول لمليليا المحتلة ما أستدعي إلى تنقل وزير الداخلية فراندو غراندي مارالسكا بشكل عاجل إلى هناك الأحد الماضي إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر إلى اللقاء اشتركوا في القناة